رجل السرطان الرومانس الحساس متقلب الاحساس هاتو الشاي ويلا بينا اهلا بلازل الناس في الدنيا برحب بيكم ودعو المشاركش اشترك كل عام وانتم بخير عشان يتابع معنا وجده عرفنا بنفسه ورحب بيه بنكمل سلسلة رجال الابراج النهاردة موعدنا مع رجل السرطان المي طبعا الراجل ده من اعلى الرجال شئنا او اختلفنا او اتفقنا عاطفة لما بيحب يعني بيحب الحب وبيحب الرومانسية واهم حاجة الاحتواء والحنية وبيحب الاهتمام هذا الرجل من الرجال اللي بتحب ان الستة تهتم بيها بس احنا ضد الافورة في كل حاجة برضو اهتمام في المعقول انما ينقل عليه اقدر تقدر انت كستة تقولي باهتم يعني انا من نوع اللي باهتم بالرجل ده انما لو قللت اوي او خليتك حتى بين البنين بشكل حتم اوي ما يبقى ازاي ما تزودي بس تزودي بعقل ممكن في بعض الاحيان لله في الله كده تلاقي صابح منهم بيقولك بقولك ايه انا مش طيح حد طبعا بيقولك كده بقى فعال ومش هيقولها لك على طول ضايرك تلاقي مبلم ومالوش نفس ومكشر وكيرشه قدامه مترين ومعقد حواجبه لله في الله يا ابني الناس ما حصلش حاجة هي كده ده ناتج طبعا للمقدمة اللي لسه قلناها ان هو متقلب الاحساس بل متقلب الشخصية بشكل عام يبقى هتعملي بقى انت ايه ما يعني ما انا بقولك تفهمي طباع واتطولي نفسك وطبعا بيحب الرومانسية وبيحب التقيلة وبيحب الغمضة كل ده لازم يبقى فيك اه وحتة التشويق شوى ومش على طولها دوى مطلوبة اوي لو هو جوزك مثلا مع رجل السرطان والست الغمضة بيحبها اوي ويستميل ليها اكتر من الملحوثة المهفوفة اللي بتجيب اللي عندها على طول في الاول تحس ان هو بينكسف اوي الا لو سرطان مضروب تمام بعد كده لو خد عليك ممكن تحس ان هو جريء اوي وبشكل عام عشان ما تحتريش هو برج المتناقضات راجل اوسي يعني الشيء وعكسه تلاقيه في رجل السرطان ده ما شاء الله معاك راجل ميكسي يعني جميع الرجالة في راجل واحد البسي بقى متحكي عنده حب امتلاك للأسف يعني اللي هتبع مع السرطان هتحس ان هو عنده حب امتلاك كبير اوي وربما عايز يسيطر عليها بشكل كبير اوي وربما خانقها بشكل كبير اوي ولذلك مثلا تلاقي علاقته بالشعنون القوسية زفت علاقته بالبرينسس بتاعة الشبشب زفتين علاقته بالحمل اسفت منهم يعني ما فيش عمار مثلا مع النساء النارية والنساء الهوائية وان كانوا اقل درجة شوية في حتة التوتر لان النساء دي ما بيعجبهاش النظام لسود ممكن شوية مع الترابيين والمائيين ها نداحل مع بعض شوية وفي الاخر واحد فينا يخلص على التاني رجل السرطان من الشائع والمعروف عنه ان هو متعلق جدا باهله وغالبا لما بيدور في ساعة الارتباط بيبص لامه عايز واحدة شبه والدته شبه مامي شبه مامته فلو هي ستة مميزة وستة فاضلة وكده مش عاب ان انت تلقط منها بعض الصفات الايجابية في طريقة الكلام في المعاملة يعني ده يقرب الخطوة ده يقرب الخطوة للرجل ده واكول جدا من الرجال اللي تعز الاكل وتحب الاكل وتشامشم دايما على الاكل في المطبخ وهو بيحب الاكل بشكل عام فما تحرمهوش ايه ده مش فرطة اوي يعني بيبقى ماسك شوية المحفظة بتاعت لا يماسك على المحفظة شوية يعني رجل السرطان يعني يعني ما تطلبش كل شوية هات هات تمام عشان برضو ميزهاش شوية ويقدر المادة ويعز المادة ويحب الفلوس بشكل عام يحب المصاري الدنانير الدراهم كل داي يحبه رجل السرطان ايا كانت جنسيته يعني وما يحبش الانسة بقى في الخطوبة او في الحب بخلي بالك دي ما تقعيش فيها اللي تبايله ان هي مصرفة اوي وبتحب الهنبكة والفشخرة والكلام دا دا لو انت مهتمة بيه دا يقفله منك يخليه يحسبها هنا ويقول لا الفلوس عزيزة ارشه عزيز الراجل دا ارشه عزيز قولا واحدا يعني صعب اوي مش هول مستحيل تلاقي سرطان ايده فرطة ويبعزة ويصرف والشغل دا والكلام دا عصبي عانيت شويتين رقيق راجل رقيق او حنايم بيطبعه يعني ولكن ساعة العصبية ممكن تشوفيه حاجة تانية ممكن تشوفيه العكس ممكن تحس ان هو عكس كده انها ما بيطبعه وغالبا راجل السرطان من الرجال اللي بتلبس الوش ولذلك يعني بيبقى فيه يعني من الرجال اللي فيه حاجات كتير او في شخصيتها مش راضية عنها فبيقى يلبس الوش بقى اللي هو القوي اللي ما بيهموش اللي ما بيتعصرش بقى اي حاجة اللي ما بيضعفش تلاقي دي في السرطان وفي احيان كثيرة بتلاقيه صامت صامت وما بيتكلمش فمررتك تدفئع انت بقى طبعا لو انت وانسة بتحب الكلام والدردشة مسلا زي الميزان الجوزاء العبراج السلسة الكلامانجية دي توجه مشكلة مع السرطان في النقطة دي هو ممكن تلاقي كده ساكت طول اليوم ساكت زي ما انا قلت لك في الحالة دي نصيحة بلاش تقولي عن كشو بقى وتعملي فيها يعني النكيشة والكلام ده لا يعني سيبي سيبي لما يمر بالبيات الشتو بتاعه وبعدين يرجع لك مش هطول عليكم بقى موعدنا مع رجل العزراء الحلقة القادمة اكتبوا رأيكم في الحلقة شير لكل صحابكم المهتمين بالسرطان لايك للفيديو وهتوحشوني وإلى اللقاء اشتركوا في القناة